اشتركوا في القناة وصول كافة الخدمات التنموية والمستدامة في مختلف مناطق المملكة وشيرا إلى أن الحكومة حريصة على استمرار التواصل بين المسؤولين والأهالي في مناطقهم من خلال زيارات الميدانية للاستماع لملاحظات واحتياجاتهم وأشار سعادة الوزير إلى أن العمل جار ضمن استراتيجية الوزارة على تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في المحافظة الجنوبية والتي تسهم في تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية لافتا إلى الانتهاء من أعمال تطوير ملعبين في منطقة وادي السيل مع إعادة تأهيل مختلف المرافق الرياضية إضافة إلى الانتهاء من تطوير عدد من المشاريع الترفيهية حيث تم تطوير ثلاث صراحات في منطقة جري الشيخ وتشمل المشاريع التطويرية بالمحافظة الجنوبية إعادة رصف بعض الطرق في منطقة الرفاع بمجمع 926 كما يشمل المشروع إمكانية توصيل مياه الأمطار التي تتجمع على الطرق من خلال تعديل مناسب الإسفلت عليها وأشار الوزير إلى أن المشروع سيخدم الأهالي والمقيمين كما سيساهم في تحسين نوعية الطرق والمحافظة على شبكة الطرق الموجودة ترجمة نانسي قنقر